اشتركوا في القناة تطبيق ميو بيزي نحن رح نشرح بعض الصفحات على هذا التطبيق تمام بعض الصفحات على هذا التطبيق فقط بدي اوصلكم الفكرة وكمان بنفس الوقت بدي اعطيكم ميزات انتوا تستفادوا منا وبنفس الوقت انا شارح التطبيق سابقا شرح كامل بتلاقوا رابط الشرح كامل بصندوق الوصف كيف تضفلوا وكيف تبرمجوا وكيف تسجل دخول على التطبيق وكيف تنشئ حساب ادموب هاي الامور كلها رح تكون موجودة بصندوق الوصف بداية نحن على سبيل المثال بدنا نصمم التطبيق تمام هوني عندك معلومات التطبيق انت بتختار شعار التطبيق تختار شعار التطبيق يكونوا سلس وسريع بنفس الوقت هوني اسم التطبيق وبعدها بيعطيك عنوان التطبيق وبعدها التالي بعد التالي بتختار الالوان الشخص لما بدي يفتح التطبيق الالوان كيف بده تفتح وبعدها عندك الالانات اخواتي طبعا انا شارح هاي الميزات كلها بالفيديو اللي موجود بقناتي نحن رح نعدل على هذا التطبيق نفسه اللي نحن منتجينه رح نضغط على اضافة صفحة هوني عندك نوع الصفحة بيمكانك صفحة حرة بيمكانك تأنشئ التطبيق مثل معرض صور بيمكانك مثل متجر مثلا صفحة معلومات او صوتيات حسب الشي اللي انت بدك تضيفه بتأنشئ قائمي على سبيل المثال معرض صور تكتب عنوان المعرض مثلا وهامشي الاعلانات تضيفوها بين صفحة وصفحة وبين صورة وصورة لحتى يظهر اعلانات وانت تتربح من هذا التطبيق وبرجع بذكركم اخواتي هذا الشرح فقط بشكل دعم من الاخ قناة تكنو اندرويد دعم لقناتي فلهيك انا رح اشرح بعض الميزات بهذا التطبيق والشرح الكامل بيكون موجود بصندوق الوصف على قناة فخر تاك على سبيل المثال انت انشئت صفحة بتروح على اصوات للمونتاج بيمكانك اضافة تضغط على الزيت بيمكانك اضافة نص او ملف صوتي او اعلان بنار فيسبوك الالان البنار اهم شي بكل بين صورة وصورة او بين صوت وصوت بكل بين صفحة وصفحة اهم شي ما تنسوا اضافة الالانات حتى يظهروا اعلانات وانتو تكسبوا من هذا التطبيق اخواتي صراحة ما فيني اشرح الفيديو مرة تانية لان اذا بدي اشرحوا على قناة تكنو اندرويد شرح مفصل عن تطبيق ميوبيزي رح يكون فيه تعب كتير فلهيك انا منزله على قناتي بتمنى منكم تتجهوا على قناتي وتشاهدوا الشرح موجود بقناتي بالتفصيل هذا هو كان شرحنا تطبيق ميوبيزي بيمكانك تصمم منه عليه تطبيقات وتربح من تطبيق ميوبيزي بدون خبرة وبدون يكون عندك خبرة عن البرمجي او تعرف انجليزي كل شي موجود بالعرب هذا هو كان شرحنا لليوم اخواتي بتمنى مكن مشاركة الفيديو مع اصدقائكم ولا تنسوا الاتجاه على قناة فخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته